حتى التقييمات الغربية تشير إلى أن التقدم الروسي في دنباز هو تقدم وإن كان بطيئا إلا أنه ملموس إلى أين ينتهي بتصورك هذا القدم البطيء للمناطق هناك على تلك المحاور بالنسبة طبعا للخطة الروسية أنا حتى مسبقا كنت قد ذكرت بأن روسيا ليست مستاجلة يعني روسيا تقوم بتطبيق الخطة العسكرية التي كانت قد وضعتها هي لا تنظر إلى الزمن وإنما هي تنظر إلى أي مدى تقوم بتحقيق الأهداف يعني الآن نستطيع أن نقول بأن تقريبا الدنباز يعني تقريبا هي تقريبا سقطت في يد الروس أهم المدن الأوكرانية لأن أصبحت بيد الروس السيطرة على بحر آزوف تقريبا بالكامل أصبح بيد الروس يعني أستطيع أن أقول لك بأن المناطق التي الآن ما تقوم به روسيا من تطويق القوات الأوكرانية من ثلاث جهات حساسة لا شك بأن هذا الطوق الذي تقوم به روسيا سيعمل على خنق أوكرانيا من جميع النواحي إن كانت من ناحية الإمدادات العسكرية إن كانت من ناحية التواصل مع العالم الخارجي إن كانت من ناحية البحرية الجوية بالتالي الآن نستطيع أن نقول بأن روسيا بعض الشيء أو بالعكس نقول بأن قطعت أشواط كبيرة في السيطرة على المحاورة الأساسية التي تؤهلها بالتأكيد إلى ربما تحتاج إلى بضع من الوقت لتقوم بالسيطرة على المناطق التي تريد السيطرة عليها وهذا ما جعل موسكو في البداية تتراجع عن مسألة التوجه إلى كيف ورأينا في بداية عندما انطلقت العمل العسكرية بأن روسيا وصلت إلى عتبات كييف ثم تراجعت طبعا لأن رأت الخطة الأساسية لا بد من السيطرة على الدنباس مناطق ومدن كبيرة الآن أصبحت بيد الروس والتصريحات الروسية الأخيرة يعني تصريحات قوية جدا عندما يقول نائب رئيس مجلس الدومة المناطق التي دخلتها روسيا لن تخرج منها الآن المناطق التي قامت روسيا كما تذكر وزارة الدفاع بتحريرها يتواجد بها بالتأكيد جميع المواليين إلى الجانب الروسي اليوم مدينة خيرسون وجميع من يسكنون فيها يطالبون بالعودة إلى الأم ومقصود هنا طبعا العودة إلى روسيا وبالتالي هذا يعني بأن هناك أصبحت مدن كبرى بيد الروس ليس هذا فقط الآن يتم تداول حتى العملة الروسية يعني الآن إلى جانب العملة الأوكرانية يتم التداول العملة الروبل وهذا ما يعطي انطباع كبير بأن الروس سيبقون في هذه الأماكن لن يخرج منها بالنسبة إلى روسيا بالتأكيد يهمها المناطق التي تصلها بالمدن الصناعية تصل الآن على المناطق الصناعية وهذا مهم جدا بالتأكيد والمناطق التي تسمى بالسلة الغذائية يعني أهم المناطق الآن هي بيد الروس وهذا ما كانت تسعى إليه روسيا في العملة الأسكرية تحرير منطقة الدنباس وإنقاذ الانفصاليين المتواجدين في تلك المناطق من العمليات العسكرية أو العمليات الإرهابية كما تقول وزارة الانتفاع الروسية التي كانت تمارس عليهم من قبل كييف تحرير منطقة الدنباس